الحسم هو الحسم ليه؟ وخصوصا في لا في كل في كل القمة شكل الدور العام هم كل الأسبوع ده يعني يتحدد إلى حد كبير وخصوصا صراع النجاح من القبوط أنا باستغرب أبقولك إيه؟ بصراع الهبوط من أجل الهبوط الصراع من أجل النجاة من الهبوط من أجل البقاء من أجل البقاء المشهد النهاردة فيه ثلاث مشهد بيتعملوا فوقته واحد حسنا فعلت تحادل كورة يعني أعتقد أو أربع مشهد أربع مشهد ممكن جدا ممكن جدا نتائجهم تقولك المشهد بأعمل إزاي؟ الأربع مشهد فيهم ثمان أطراف سبع مهددين وبرمز عنده حسابات فوق إنما السابعة ما عندهش يعني هو بيرمد بيرمد كده كده في كل حوال محدش تاني ويتطلع إلى معجزة هو متقدم واحد على السيراميكا دلوقت يعني كلها هتلاقيها إنما هتبص تلاقي إن السيراميكا بقى اللي عنده مشكلة هتلاقي نتائج النهاردة الداخلية متأخر بجنب الدام لإزماعيل هدي بعنده مشكلة هاتو بعنده مشكلة طبعا الطلاع وأسوان الطلاع وأسوان الطلاع وأسوان البنك سيراميكا البنك سيراميكا يعني كلها أندية ولكن ولكن أستاذ إبراهيم خليني أكون صريح معاك أنا أشعر بنوع من التعاطف مع الأندية الشعبية يعني أشعر بنوع من التعاطف مع الأندية الشعبية ليس معنى ذلك إن أنا لا أريد الخير لباقي الأندية ولكني من جوايا لإن من مجموعة الأندية الشعبية تكون الشعب المصري يعني كل واحد في إقليمه هو مستحوذ على يعني اهتمام الناس صحيح إنه في محافظته في حيزه الجغرافي فأنا شايف إن الأندية الشعبية تستحق إنها لا تعاني هذا الأمر طبعا كون إن فيه 8 أندية أو 7 أندية في الديلمة دي دي حاجة مش وحشة حاجة مش وحشة بتدل على إن المسابقة كانت صراعها قوي أي حتى الأسبوع الأخير الجوال قبل الأخير آه إنت عندك حتى الأندية اللي كنت شايف إن نتائجها زي الزمالك في المقدمة مثلا وفيوتشر وبيرامد والأهلي إلى أسبوع الأخيرة شاهدت الشكل المنطقي ها للفرق دي يعني أنت الأهلي ماشي بشكله التقليدي آه الزمالك بيتحسن مش عايزة النقشة آه نتائجه وأخذ أسبوع كويسة البيرامد نفس الشيء تشعر أنه هو مختلف عن بداية الموسم آه فيوتشر اللي شوية حصله ضرور آه إنما دا يقودنا إلى إيه؟ إن المربع متشكل آه بدلالاته يعني آه مربع القمة أنا أتمنى أن وإحنا بننظر لمستقبل كرة الخدم يبقى فيه من الوعي اللي خلينا نغير في المسابقة يعني يومها دلوقتي فيه راعي جديد للكرة فيه مسمى جديد للكرة فيه ما تعملون نظام جديد يؤدي إلى تقليص عدد الفرق وإنت بتعمل دور المحترفين حيسوق وحيبقى قوي لكن مش عايزين هذه المعاناة لأن الجدول لأن أنت كل كمان أنت عندك أربع فرقة دلوقتي وحيبقى فيه فرقتين بطولات عربية وبطولات أخرى يعني حيبقى جزء كبير من الجدول فيه انشغالات ولذلك أنا بقول إيه؟ هو حسم مش بس حسم النتائج حسم التوجهات إحنا عايزين إيه لب كرة مصرية لابد إن إحنا نفكر شوية إن إحنا نريح الفرق اللي بتشارك عشان ما نلجأش إلى المؤجلات اللي هي الحقيقة بتضر بكل أطراف وأكتر حد بيتضر إيه اللي تأجله يعني المسلمين الماضيين التأجيلات أطاحت بفرص اللي قالي في الدوري لأن كانت المسألة قريبة جدا إنما السنة دي هو لالي عنده فرص أكتر يعني يستقر ويرتح وعنده رؤية فنية مختلفة على السنة عدد النعيبة أكتر ما هو دي اللي عملتها رؤية فنية أيوه يعني اللي وقد استفادة من دروس الماضي بالضبط فجهاز الفني اشتغل بطريقة مختلفة أتمنى أن تبقى فيه صيغة كل الشركات وبالذات اللي في المحافظات اللي بتسعى إلى أنها تكون في دائرة الضوء احتضنوا احتضنوا فرق المحافظات برعاية وممكن إذا كان الدوري بقى له اسم مرتبط بالرعي بتاعه الدوري بحاله فأنت كنادي ممكن اسمك يقترن بالرعي بتاعك فكل الناس يستفيد في الحالة دي لأنه مش معقولة حنفضل في ديلمة المشاكل وكأنها تتكرر بشكل ثابت واللي فاهم أنه هيوصى النتائج مختلفة بنفس المعطيات يبقى طبعا القلم بيصفه يعني وصف قاسي شوي ولذلك كان لكن المزايدة هتبتدي إيه بقى المزايدة هتبتدي بالأهواء محدش يعني حيروح يكلمك فيه اختراحات بناءة لكي صالح الكورة المصرية كله درع المصلحة كله حيدور على مصالحه انتماءاته أهواءه تأكيد على أن أنا اللي كنت الصح قلت كلمة عايز أفرضها على الوسط وده مش وقته الحقيقة هذا مزاد سيؤدي إلى فشل ده وجهة نظري والله أعلم